في إيه؟ طيب دلوقتي مع حضرتك وحضرتك بتشرح المنزار بتاع الحنجرة خطر على بالي موضوع التهاب اللوز التهاب اللوز اللوزتين اللوزتين هل فيه برضو جديد فيه تحديد الوسائل التشخيصية؟ يعني كنا زمان بنعرف اللوز ملتابعة أو لا من خلال طانج دي بريسور أو خافض اللسان ونبتدي نشوف ما هو بقى الجديد عشان برضو الناس تبقى متابعة معنا في التشخيص وليس العلاجة وتوقيت الجراحات والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بس بعد الفاصل إنما ما هو الجديد في تشخيص التهابات الحلق عموما واللوزتين على سبيل التخصيص؟ طبعا مع تقدم العلم والمضادات الحيوية احنا كنا زمان من سنين طويلة كان المضادات الحيوية مش جنرال زي دلوقتي كانت الحاجات المتاحة للعلاج والتشخيص محدودة جدا وحالك برضو من الناس اللي براكس بتاعك أكيد حسيت حصل التطور تطور جامد فيه فقلت قوي نسبة الإصابة زائد الوعي برضو زائد جدا عند الناس وابتدوا برضو ياخدوا بالهم من إنه التهابات دي بتتنقل إزاي وإزاي نباد عنها التهابات اللوزتين عددا بتتشخص زي ما زادت تفضلت يا إما بالكشف أيوة كده أو إذا إحنا تشكينا في حاجة أكتر من التهاب فيروسي أو بكتيري بنظر دلوقتي بنعمل مسحة وبنوديها المعمل وبيتطلع علينا بالضبط الميكروب لكن زي ما قلت حريك إحنا ما بنحتاجش في أغلب الوقت المناظير للوزتين لأنه بيبقى واضح يعني في الحالات اللي هي متقدمة إذا شكت في حاجة أكتر من التهابات يكون فيه مضاعفات لقدر الله خطير وبتبقى نادرة نادرة جدا ولكن أغلب المضادات الحيواء البروسبكتر من دلوقتي أغلبها بتأثر على معظم أنواع البكتيريا وأحب أقول لناس يعني فيه نقطة أنت ساعة تصحى الصبح تلاقي زورك كده مش مظبوط أيوة بالزبط آخر نار واحدة من الاثنين يأما تلاقي نفسك بس خينته وزور بيوعك قوي أو تنسر موضوع ده خالص في المرحلة الأولى الميكروب اللي جا كسب جسمك في المرحلة التانية في المرحلة التانية لا أنت جسمك كسب اللي تفوق عليه الميكروب تفوق عليه وخلص عليه وانتهت وده بيقودنا لحاجة مهمة قوي دكتور ماجد معنى كده أنه لما نقوم من نوم وإحنا مثلا نحس بحاجة في الحلقة أو حاجة زي كده هل المفروض أن احنا ما نسارعش وناخد أي إجراء طب أو ناخد أدوية أو جد نسيب الجسم يخوض معركته على الأقل لليوم الأول ده زي ما حركت أفضلت حتى إذا أنا حبيت أن أدي للطفل ده أدوية أنا بديله أدوية بس مش هتقتله مية لازم أديله برضو فرصة للمناع لأن أنا زيخينت كل مرة الولد يدفع شوية لمدة ساعتين ثلاثة وديله مضاد حاوي جسمه هتعود عليه ومش هيبني منعته بالزبت كده مش هيبني منعته طبعا فأنا الأول معالج الأعراض إحنا معالج أعراض يعني ماله سخن شوية مخفض حرارة صعوبة في بلع مسكن أكيد وهكذا إلا إذا أحتاجنا فيه إذا كانت الحرارة الأعراض تطورت أو الحرارة عالية أو ضعفات حصرت يعني رحت على ودنه ونزلت على سدر وعملت حاجة في مدنه وأحب أطمن الأمام عادة ما تتخضيش قوي من الحرارة العالية ما فيش حاجات بترفع درجة حرارة الجسم أمراض فوق 9.5 إلا الزهور أغلب حاجة الحلقة بالزبت كده فهي لما تلاقيه أربعين حرارة يعني ده غالبة من الحلقة وما بنحبش بقى نسيب الطفل عنده حرارة أكثر من 38 طبعا دايما لأن ده حالة حالة حرارة كمدات كمدات وسوائل صحيح التلاتة دول مع بعض بينزلوا أي درجة حرارة بالزبت كده إلا أن نبحث عن سبب ارتفاع الحرارة وبيكون هنا علاج بقى المرض وليس علاج العرض نعالج المرض وليس العرض بالزبت كده